بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايدان الهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي ريتنو مارسودي وزيرة خارجية اندونسيا مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لهم وتطرقت محادثات الجانبين إلى جهود المجتمع الدولي من أجل إنهاء التطرف والعنف والتوتر المتصاعد الذي تشهده المنطقة وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايدان الهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية التنسيق وتظافر المساعي الإقليمية والدولية من أجل حماية المدنيين